سنواصل في هذه المحاضرة مناقشة قواعد الأيوباك لتسمية الأحماط الكربوكزيلية القاعدة رقم 5 في حالة وجود مجموعة وظيفية أخرى بالإضافة إلى مجموعة الكربوكزيل في المركب تكون لمجموعة الكربوكزيل الأولوية بمعنى يعتبر المركب حمد كربوكزيلي وتسمى المجموعة الأخرى ببيريفيكس تدل عليها ويحدد موضعها في السلسلة برقم وتكتف في بداية الإسم فإذا كانت المجموعة مجموعة حيدروكسيل نكتب كبيريفيكس حيدروكسي إذا كانت مجموعة أمين تصبح أمينو وإذا كانت مجموعة كربوكزيل تصبح أوكزو كما في المثال خمسة أوكزو حكسانويك أسيد سمي هذا المركب على هذا الأساس أولا رقمت السلسلة الكربوكزيل رقم واحد اثنين ثلاث أربعة خمسة ستة أي السلسلة بها ستة كربون ومجموعة كربوكزيل إذن المجموعة الوظيفية الأخرى هي مجموعة كربونيل وقلنا تسمى أوكزو وموقعها في الكربون الرقم خمسة لذلك تكتف في بداية الإسم فيصبح الإسم خمسة أوكزو حكسانويك أسيد أيضا المثال الثاني نجد مجموعة أمين بالإضافة لمجموعة الكربوكزيل وبالترقيم تكون مجموعة الأمين في الكربون رقم أربعة لذلك يكتب الإسم أربع أمينو بيتانويك أسيد القاعد رقم ستة في حالة وجود مجموعة كربوكزيل في المركب يصبح الحمض هو داي كربوكزيلك أسيد ويكتب اسمه بإضافة داي إلى السفكس أوك أسيد الموجودة أصلا في نحاية إسم الأحماض الكربوكزيلية بالتالي تكون السفكس هي دايوك أسيد كما في المثال إيثان دايوك أسيد مركب الثاني هو حمض كربوكزيلي سنائي الكربوكزيل بروبان دايوك أسيد إذن الداي تدل على وجود مجموعتين كربوكزيل في المركب القاعد رقم سبعة في حالة حمض كربوكزيلي به مجموعة كربوكزيل متصلة بحلقة سواء كانت سايكلو الكان أو سايكلو الكين فيسمى المركب بكتابة اسم الحلقة أولا ثم إضافة كربوكزيلي أسيد كسفكس للإسم كما في المثال نلاحظ الترقيم بدأ من سرة الكربونة التي تحمل الكربوكزيل نعطيها الرقم واحد في الحلقة ثم نتجه باتجاه الرابط السنائية بحيث تحمل الرابط السنائية الرقم اثنين وبالتالي يصبح اسم المركب اثنين سايكلو حكسين كربوكزيلي أسيد ترجمة نانسي قنقر